عايز انه لحضراتكم الثواني الاخيرة لمباراة الهندبول في كأس العالم اللي بتقوم دلوقتي في اسبانيا ما بين منتخب مصر ومنتخب نرويج في دور التمانية وفاضل عشر ثواني والنتيجة تمانية وعشرين خمسة وعشرين لصالح المنتخب المصري فاضل ايه فاضل حوالي اربعين سانية دي دلوقتي تسعة وخمسين وعشرين سانية يا فاضل اربعين سانية دلوقتي نرويج جابت جون وقلصت الفارق بقت النتيجة تمانية وعشرين سبعة وعشرين لو عرفنا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا رب نحافظ على الكرة التلاتين سانية دول بإذن الله بإذن الله بإذن الله دلوقتي في وقت مستقطع طلبوا الفريق المصري علشان يحافظ على الكرة الفارق هدف واحد والكرة معانا ويمتقدمين بفارق هدف ان شاء الله في هدفين النتيجة كان متأكد انا شفت تمانية وعشرين سبعة وعشرين بس يعني حنشوف دلوقتي الوقت المستقطع فبيبقوا شايلين شايلين النتيجة معلش نحقليني مع حضراتكم في هذه الثوانية الاخيرة وانتو عارفين ان هذه المباراة مش مذاعة على اي من الشاشات ولا القنوات فاحنا مش يعني مقرصنين الحقوق ده منزع على الانترنت وعبر موقع الاتحاد الدولي لكرة اليد فيعني ان احنا ناخد الثوانية الاخيرة كده شيء لا بأس منه يعني دعما وتشجيعا لمنتخبنا الوطني اللي الحقيقة انا واحد من الناس اللي نوروا طريقه من الاول واول واحد هنا في البرنامج قال للناس اللي فيه منتخب مصر اللي بيلعب في كاس العالم وطلع اول مجموعته بعد ما فاز على فرنسا والسويد ومبرح فاز في دور 16 على سربيا ودلوقتي اهو ان شاء الله ان شاء الله تم العشرين ثانية اللي فضلين دول ومنتخب مصر بازن الرحمن مبروك 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 خلاص كده منتخب مصر لا ان شاء الله منتخب مصر يصعد الى الدور الاربعة خلاص خلاص عشر ثواني والفرق هدفين حتى لو النرويج احرزت الهدف ده اللي هو كمان طلع برة مبروك 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 لرجالة مصر مليون مليون مبروك تسئيبة كبيرة بقى في الستوديو الحمد لله والشكر لله خلينا خلينا سواني كده مع الفرحة العظيمة لرجالتنا منتخب مصر للشباب والرجالة المحترمين اللي من صلب البلدي استطاعوا انهم يهزموا واحدة من اكبر مدارس كرة اليد في العالم منتخب النرويج و29-27 كانت مباراة صعبة جدا وكنا ماشيين طول الوقت هدف بهدف لحد ما وصلنا من حوالي 6-7 دقيق كده لنتيجة 22-22 وبعدين منتخب مصر في الدقائق الاخيرة تسايد المباراة والحمد لله والشكر لله استطاع انه يحسمها بفارق هدفين 29-27 ويصل منتخب مصر في انجاز كبير جدا 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 الى الدور قبل النهائي اصبحنا من الاربعة الكبار في عالم كرة اليد المنتخب ده منتخب الشباب اللي هو المنتخب اللي بعد المنتخب الاول على طول يعني سنة بكتير وحتلاقي معظم هؤلاء النجوم هم الصفوف الاولى لمنتخب مصر ليد باسم الله مشاء الله عظم عظمة على عظمة على عظمة وانا متأكد كمان ان المان اوف دا ماتش رجل المباراة حيتم اختياره من مصر لانه اااا والحقيقة يعني مظبوط رجل المباراة كمان من منتخب المصر ياؤ هو باسم الله مشاء الله لعيب رقم تمانية اسمه عبدالله ااا منوف دا متش وده لسابع ماتش على التوالي لسابع مطش على التوالي شهاب شهاب عبد الله لسابع مطش على التوالي العلمة الكاملة سبع انتصارات متواصلة والسبع مطشاط بسم الله ما شاء الله ما نوفدا مطشاق الرجل المباراة من المنتقب المصري حاجة تشرف وتعلي الراس وتفرح وأنا قلتلكم قلتلكم انبارح ان هم دول اللي يستحقوا الاهتمام هم دول اللي يستحقوا التشجيع هم دول اللي استحقوا الفلوس اتمنى تكونوا كنتوا بتتابعوا المباراة لان انا قلت لكم من 3 اربعة ايام تابعوه حتى لو كان صعوبة متابعته على الانترنت لكن احنا بنتعب وبنروح لستاد وبنروح استاد برج العرب واستاد السويس واستاد برسورد عشان نشوف ناس يعني على قدهم لكن دول الحقيقة اللي رفعوا راسنا وبيرفعوا راسنا رجالة مصر في الهندبول وصلوا الى الدول قبل النهائي مليون مبروك مليون مبروك مليون مبروك افرحوا وارجوكم خلوا النهاردة صفحتكم على الفيسبوك وهاشتاجاتكم على تويتر وباقي المواقع وانستجرام هذا الانجاز هو ده اللي احنا لازم دايما نبقى مصدرينه والناس دي لازم لما تروح الفندق بالليل وتفتح تليفوناتها وتشوف لازم تشوف الشعب المصري كله 100 مليون فرحان فيهم فرحان فيهم ايه فرحان بيهم وفيهم وليهم وبيحيوهم وبيهنوهم وحطين صورهم على البوست بتاعتهم هي دي المواقف اللي بتبين فيها انت بتعرف تفرق مين اللي يستاهل ولا لأ الناس دي هي اللي تستاهل مليون مبروك لأسرة كرة الياد المصرية مليون مبروك للرياضة المصرية انجاز رائع وبإذن الله بإذن الله المنتخب ده رفع سقف طبوحاتنا ليه لأ كمان كم يوم اطلع واقول لكم ان منتخب مصر للشباب هو بطل العالم في كرة الياد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة